بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثامن والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الهضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم سبق معنا في الحلقة الماضية قول المؤلف رحمه الله فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقادوا أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وأن قريش أفضل العرب وبني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كونه صلى الله عليه وسلم منهم ثم نقل كلاما للكرماني قال فيه إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والأميون هم العرب سم بالأميين لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فالعرب يغلب عليهم عدم القراءة والكتابة فلذلك سم بالأميين والنبي صلى الله عليه وسلم أمي الرسول النبي الأمي فكون الله جل وعلا اختار هذا النبي العظيم وعمم رسالته على البشرية وهو من العرب الأميين هذا تفضيل للعرب بلا شك والله عليم حكيم اختار العرب لأن العرب أقدر على البيان وأقدر على الجهاد في سبيل الله الشجاعة وعلى حمل هذا الدين وكانوا كذلك فإنهم قاموا بهذا الدين علما وتعليما وجهادا حتى بلغوه المشارق والمغارب والله جل وعلا حكيم عليم فلا يجحد فضل العرب إلا من في قلبه نفاق لا يحب الإسلام لأن هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام فالذي لا يحب هذا الإسلام يكره من قام به وليس فضل العرب لمجرد أنهم عرب ولكن فضلهم لما قاموا به من نشر هذا الدين والقيام به والقدرة على بيانه وإبلاغه فالله لا يختار إلا من يعلم أن فيه كفاءة إذا نظرنا إلى ما تحقق على يد العرب من القيام بهذا الدين وقبل ذلك اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم هذا يدل في الجملة على فضل العرب والعربية نعم قال رحمه الله ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الاستخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل العلم نعم وكذلك الإمام أحمد يقول بفضل العرب كما في هذه الرسالة التي أرسلها إلى أبي سعيد الاستخري إن صحت نسبتها إلى الإمام أحمد فإن فيها فمدح العرب لا مطلقا ولكن من ناحية ما قاموا به من نصر هذا الدين وحمله مما قام به المهاجرون والأنصار ولهذا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه والمهاجرون والأنصار من صميم العرب لأنهم إما من أهل مكة ومن قريش وأحلافهم وأتباعهم وإما من الأنصار وهم الأوسوى والخجرج من العرب القحطانية وأولئك من العرب العدنانية فهم هم الذين قاموا بهذا الدين خير قيام ونصروه وآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه فمن يجحد فضلهم في هذا نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العربي على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم نعم نعم هو كما سبق أنه قاعدة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم ولا يلزم من هذا أن كل العرب أفضل من كل العجم لا فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب والعرب لم يفضلوا لمجرد عروبتهم وإنما فضلوا لعروبتهم وفصاحتهم وبيانهم وسلامة لسانهم ولقيامهم بهذا الدين ونشره وتبليغه وتعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رحمه الله مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل نعم إذا كانت المسألة في التفضيل مسألة تعصب وهوى فهذا مذموم فالذي يفضل العرب من أجل العصبية الجاهلية فهذا مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتخار بالأنساب والإعجاب بالحسب ونهى عن ذلك أشد النهي وهذا من أمور الجاهلية فالذي يفضل جنسا على جنس من باب العصبية من باب الهواء هذا مذموم أما الذي يفضل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم ولغتهم ولما قاموا به من أعمال جليلة في مناصرة هذا النبي وإبلاغ هذا الدين وهذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم فبلغوه فسروه ووضحوه فهذا هو وجه فالذي يفضلهم من أجل هذا مع حق ومعه صواب نعم السلام عليكم قال رحمه الله وهذا أي الهوى والشيطان محرم في جميع المسائل فإن الله قد أمر المؤمنين في الاتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمرهم بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسحى نعم هذا من ناحية الجنس أما من ناحية المؤمنين من العرب أو من العجم فإنه لا فرق لا فرق بينهم لأن الله جمع بينهم في الإسلام نعم فهم سواء وأكرمهم عند الله أتقاهم من العرب أو العجم ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سواء كانوا من العرب أو من العجم فهذا الشيء لا إشكال فيه بعد الإسلام وبعد الإيمان أنه لا فرق ولا ميزة لعربي ولا عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى نعم حسن الله إليكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله هذا خطاب لجميع الأمة من العرب والعجم الذين آمنوا بهذا الدين واتبعوه سواء كانوا من العرب أو العجم منهيون عن هذه الصفات عن التقاطع والتداور وعن الحسد فيما بينهم وعن الاستكبار بعضهم على بعض لأنهم إخوة في الدين من أي جنس أو لون ولذلك إذا نظرت إلى اجتماع الحجاج في المشاعر ونظرت إلى اختلاف أجناسهم وإلى اختلاف ألوانهم إلى اختلاف لغاتهم أدركت عظمتها للدين وأنه دين شامل للبشرية لا يفرق بين عربيين وعجميين إلا بالتقوى وإلا بالإيمان فليست المسألة مسألة عصبية وأن نتمدح بالعربية لمجرد أنها عربية ونذم العجمية لمجرد أنها عجمية فإن هذا يعتبر من القومية المنقوطة التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلة كرها العلماء وقالوا هذه قومية عربية وهي من جنس أفحال الجاهلية الذين يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلهم دون نظر إلى الدين والإيمان فلا فضل إلا بالإيمان والدين والتقوى والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فراقهم ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا قال الترمذي هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل والكباب الكسر والقصر والكبا الكناسة نعم قريش هي القبيلة المعروفة وهي تاج العرب وأشرف العرب ولكنهم ينقسمون إلى بطون وبيوت بينهم شيء من الحجازات والعصبيات من بقايا الجاهلية لعصبية بينهم ويتنافسون أيضا على الرئاسة كانوا يتنافسون في مكة على الرئاسة بين بني مخزوم وبني هاشم وبني إلى آخره وهذا ناشئ من هذا التفاخر هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما بلغه ذلك من إنكار فضل بني هاشم وتميز بني هاشم على بطون قريش أنكر هذا أشد الإنكار وبين صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم لهم فضل وأنه ليس تفضيلهم من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم بل لهم فضل في الأصل فهم أفضل بطون قريش ولذلك اختار الله نبيه منهم والله لا يختار إلا ما هو خير وما هو أحسن وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته أول العرب أفضل من غيرهم ثم بني كنانة ثم من بني كنانة قريش ثم من قريش بن هاشم فيكون بن هاشم لهم فضائل اجتمعت في حقهم هذه الفضائل أنهم عرب وأنهم من بني كنانة وأنهم من قريش وأنهم بن هاشم وأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يجحد فضل هذا البيت العظيم هذا البيت العظيم الذي بعث منه هذا النبي الكريم من يجحد فضله فالرسول أنكر عليهم ذلك لأن هذا غمط غمط بالباطل أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لا من باب العصبية وإنما هو من باب الحقيقة من باب الحقيقة سأل الله إليكم قال رحمه الله والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا نعم أنه خير الناس نفسا هذا لا شك فيه ونسبا لأنهم بن هاشم وابن هاشم أفضل العرب أفضل العرب على الإطلاق فهو أفضلهم في نفسه وأفضلهم في نسبه لا كما يقول هؤلاء إنما فضل بنفسه فقط وأما نسبه فليس له فضل نعم قال وروى التلمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحالث عن المطلب بن أبي وداعه قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا قال الترمذي هذا حديث حسن قال المؤلف رحمه الله كذا وجدته في الكتاب وصوابه فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا نعم وهذا مما يوضح ويؤكد ما سبق من أن فضل بني هاشم أنه ثابت ولا ينكر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بنفسه وبنسبه عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وسلم من قريش ومن بني هاشم فهو أفضل العرب قبيلة وهم قريش وأفضلهم بطنا وبيتا وهم بن هاشم فبن هاشم هم أفضل العرب فهذا فيه بيان لما جحده هؤلاء وفيه أن العالم يبين يبين ما يجب بيانه للناس إذا جهلوه أو أنكروه فإن على العالم أن يبين وقد بيان صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما تجاهلوا قدر بني هاشم الرسول قال من أنا قالوا أنت رسول الله لم يرضى بهذا الجواب لأنه هذا هو المقصود ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بيان صلى الله عليه وسلم نسبه هذا هو المقصود بالسؤال وهم لم يجيبوا بهذا بل قالوا أنت رسول الله فالرسول بيان ما ما أخفوه وما جهدوه وبينا أن سلالته صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة خالصة نعم السلام عليكم قال رحمه الله وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعه قال قال العباس رضي الله عنه بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهم وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة خلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا نعم هذا كما سبق يقرر من سبق ولا شك أن بني آدم هم أفضل الخلق مخلوقات أفضل المخلوقات بني آدم قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل وخير بني آدم العرب خير بني آدم العرب من حيث النسب ومن حيث الشرف وخير العرب قريش وخير قريش بن هاشم وخير بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم هكذا ترجع الأمور إلى أصولها ولا يتناسى شيء من ذلك لعصبية أو لجهل نعم قال رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين وكذلك جاء بها حديث بهذا اللفظ وقوله في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة يحتمل شيئين أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق الله في الأرض وبنوا آدم خيرهم وإن قيل بعمم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح نعم هذا كما أسلفنا أن بني آدم هم خير الخلق خير المخلوقات وربما يدخل في هذا الملائكة عليهم السلام فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل جنس الملائكة أو جنس بني آدم الله أعلم بذلك ولكن هذا يدل على أن بني آدم هم خير الخليقة ولقد كرمنا بني آدم ثم من خير بني آدم العرب من خير بني آدم العرب يعني جنس العرب ثم تزداد الفضيلة في قريش ثم في بني هاشم يعني أحسن الله إليكم وجدناكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفع نوياكم بما نقول نسمع هذه في الختام رحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته